بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم عجل لوليك الفرج مذ أبصرت عيناي باحة داري حب الحسين هويتي وشعاري عظم الله جورنا ووجوركم باستشهاد سيدنا ومولانا أبي عبد الله الحسين عليه السلام أربع أسباب سماوية تدفع عنك البلاء وتقضي لك الحواج أربعة أمور حافظ عليها إذا ما وقعت في مشكلة في أزمة في ضيق نفسي حافظ عليها وسوف ترى الفرج السريع وقضاء الحاجة سريعا يقول علماؤنا الأعلام أولا الذكر هو أنك تذكر الله سبحانه وتعالى كثيرا عندما تقع في أزمة معينة تقع في مشكلة معينة أو لديك حاجة معينة تتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يقضيها لك عفوا أن يقضيها لك وهذا ما أورده الإمام زين العابدين عليه السلام لبعض الأشخاص الذين بعثوا إليه برسالة فقالوا يبنى رسول الله كيف نزيل البلاء عن حياتنا كيف يقضي الله سبحانه وتعالى حاجاتنا فقال له الإمام سلام الله عليه لا يزال لسانك رطبا بذكر الله يعني بمعنى ما عليك إلا أن تستغفر الله سبحانه وتعالى وتقرأ سورة إنا أنزلناه لذلك علماؤنا الأعلام يقرؤون سورة إنا أنزلناه أربعين مرة بعد صلاة الفاجر ويستغفرون الله مئة مرة أو أنك تستغفر الله بعد كل صلاة مئة مرة فسورة إنا أنزلناه هي من السور المبشرة بزوال البلاء وقضاء الحاجات كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وكذلك الاستغفار يرسل السماء عليك مدرارا بزوال البلاء وقضاء الحاجات فأولا ذكر الله عز وجل الأمر الثاني الشكر واشكروا لي ولا تكفرون الإنسان عندما لا يشكر الله سبحانه وتعالى على النعم التي عنده فالله سبحانه وتعالى يسلب منه الراحة راحة البال راحة النفس الطمأنينة الاستقرار لأنك قد كفرت بأنعم الله والكفر إما بأنك تستخدم نعم الله في معاصيه والإمام علي بن أبي طالب عليه السلام قال من أول علامات الشكر من العبد لربه ألا يستخدم نعمه في معاصيه فإذا ما فعل ذلك ذهبت هذه النعم وكذلك بأنه من أنواع عدم الشكر هو أنك تذكر فقط ما ينقصك وتقول بأن الله سبحانه وتعالى لم يعطني شيئاً ونسئت أمر العافية والصحة وبأنك تبات ليس بالجائع وبأن لديك مأوى ولديك منزل لديك زوجة لديك أطفال لديك وظيفة وربما الغير محروم من ذلك تماماً فقلة الشكر يؤدي إلى كثرة البلاء ولكن الشكر يؤدي إلى زيادة النعم لإن شكرتم لأزيدنكم من الرزق والعافية والصحة وقضاء الحاجات والغنى والثروة وكل ما تتمنون لذلك كان وما زال أهل البيت عليهم السلام ومنهم الإمام زين العابدين عليه السلام كلما تذكر نعمه ولو قديمه قال شكراً لله عز وجل وإذا كان على راحلة كان ينزل فوراً ويسجد وإذا لم يستطع وضع يده كف يده ووضع جبهته على يده أو وضع خده على يده وشكر الله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وضرب الله مثلاً قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغداً من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون لذلك بأن الإنسان عندما يكفر بنعمة الله لا يشكرها أو أنه يستخدمها في معاصي الله سبحانه وتعالى ولو أشياء بسيطة لديك نعم في البيت أنت تستخدمها في معصية الله سبحانه وتعالى فالله سبحانه وتعالى يذيقك الجوع والخوف وكذلك يعني عدم قضاء الحاجة لكي يرجعك إليه عز وجل النقطة الثانية إذن الشكر الأمر الثالث الصلاة يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين لذلك كان رسول الله وأهل البيت عليه السلام إذا ما أحزنهم أمر فروا إلى الصلاة ولدينا بحمد الله عز وجل آلاف الصلوات التي وردت عن أهل البيت عليه السلام لقضاء الحاجات ولإزالة الهموم والأحزان ومن أهم هذه الصلوات المتعارفة صلاة الاستغاثة بالسيدة فاطمة عليه السلام الموجودة في كتاب مفاتيح الجنان صلاة الاستغاثة بالإمام الحج مجربة جدا جدا ولا يخيبك صاحب الزمان عليه السلام أبدا ولا تنتهي إلا بقضاء حاجتك وزوال همك وغمك الأمر الرابع والأخير هو الصبر قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة في كل ذلك عليك أن تصبر قليلا ربما الله سبحانه وتعالى يمهد الأمور لقضاء حاجتك وزوال همك فالصبر فالصبر من الإيمان كالرأس من الجسد كما قال النبي صلى الله عليه وآله وقال من لا صبر له لا إيمان له لأنه يتزعزع فورا إيمانه ويبدأ يتضجور وينزعج ويتكلم مع الله بكلام لا يليق ويتكلم مع أهل البيت عليهم السلام بكلام لا يليق وإذا به ربما قد وصل إلى الفرج وليس بينه وبين استجابة الدعاء إلا بعض القطوات ولكن نتيجة تكلمه بهذه الصورة وإذا بالله سبحانه وتعالى يقول للملائكة أخر استجابة دعائه لأنه قد دخل في سخطي دخل في غضبي لذلك عليك أن تصبر عندما تقوم بهذه الأمور الذكر والشكر والصلاة تصبر حتى يفرج الله سبحانه وتعالى كم أصبر كما ورد عن أهل البيت عليه السلام كم أصبر كما قال الإمام الصادق عليه السلام جاءه رجل وقال له يبنى رسول الله هل يعني كيف أعرف أن بلاء هذا قصير أم طويل حاجة تقضى سريعا أم بطيئة فقال على قدر دعائك إن كنت كثير الدعاء كثير الدعاء فإن بلاءك يقصر وحاجتك تأتيك بسرعة لأن الله يحب العبد اللحوح وما إن تطرق بابا كثيرا حتى يفتح لك كل باب يطرق كثيرا لا بد أن يفتح لك ولكن إن تعذرت في مسألة الدعاء ولم تكن كثير الدعاء ولم تطرق باب رحمة الله كثيرا سيطول بلاءك وتتأخر حاجتك إذن الشكر مع الذكر مع الصلاة مع الصبر مع كثرة الدعاء تأتيك الحوائل سريعا ويزول بلاءك سريعا برنامج صباحات والأيام من محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليهما السلام ترجمة نانسي قنقر